اخبار من الحدث تركيا تحاول التوسع مغاربياً عسكرياً في ليبيا واقتصادياً وسياسياً في تونس وتواجه عقبات بعثة مراقبة السلام في دارفورد تغادر آخر يوم في العام والحكومة أمام تحدي الأمن والنازحين اليمن أمام تحدي توفير لقاحات كورونا وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم والمرافق الطبية المدمرة نصال خير وأهلاً بكم في هذه النشرة نتابع ملفاتنا الثلاث ونبدأ من الملف الأول ملف توغل التركي في شمال أفريقيا في المنطقة المغربية تحديداً حيث تحظى هذه المنطقة المنطقة المغربية شمال أفريقيا تحظى باهتمام تركي خاص سعياً إلى تعزيز النفوذ في استراتيجية ناشطة تنتهجها أنقرة ولكنها تواجه عقبات وفق مراقبين في ظل اتفاع الصادرات والنشاط الدبلوماسي تمكنت تركيا من تعزيز حضورها في المنطقة المغربية بما يتماشى مع السياسة الخارجية التي توصف بالتدخلية ويليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية بالغة وذلك برغم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الدول هناك الاستراتيجية التركية هذه دول المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة تبدو سياسية عسكرية في ليبيا بينما هي تجارية وسياسية في الجزائر وتونس والمغرب ففي ليبيا برزت أنقرة كداعم رئيسي لحكومة ترابلس في مواجهة الجيش بقيادة خليفة حفتر حيث تحظى تركيا بأكبر قاعدة عسكرية عند الحدود التونسية وبقاعدة بحرية وبمعسكرات لمرتزقة سوريين أنقرة أيضا تعتمد على اتفاق تم توقيعه قبل عام مع حكومة ترابلس لتعزيز مطالباتها الحدودية وذلك في مياه شرق البحر المتوسط حيث تنقب عن موارد الطاقة ما أثار استياء الدول الإقليمية الأخرى والاتحاد الأوروبي الذي فرض بدوره عقوبات على تركيا في تونس المجاورة ينعكس هذا النفوذ النفوذ التركي أولا في الزيادة الحادة للواردات ما دفع مصنعين محليين تونسيين للتذمر من هذه المنافسة مع منتجات منخفضة تكلفة وقد تم تعديل اتفاقية التجارة تم توقعه عام 2004 وجرى إدخال ضرائب عام 2018 أما الحضور التركي في الجزائر فهو غير قابل للإنكار إذ صارت أنقرة في 2017 أول مستثمر أجنبي باستثناء المحروقات هذا القطع وذلك على حساب فرنسا تعد تركيا ثالثة أكبر زبون للجزائر بعد إيطاليا وفرنسا وتوجد هناك أكثر من 1200 شركة تركية بحسب أنقرة تظهر أيضا تركيا أيضا اهتماما بترميم المعالم العثمانية في الجزائر على غرار الأعمال في مسجد كتشاوا في العاصمة الجزائرية أما في المغرب فكانت التجارة غير متوازنة منذ اتفاقية للتجارة الحرة وقعت عام 2006 بلغ العجز حوالي 1.6 مليار أي مليار وستمائة مليون يورو في عام 2019 وسط تأثر قطاع النسيج المغربي بشكل كبير نتابع هذا الملف بتفاصيله مع ضيوفنا من تونس يحدثني النائب في البرلمان التونسي حاتم المليكي ومن العاصمة التركية إسطنبول أو من مدينة إسطنبول يحدثني من هناك المحلو السياسي التركي أكتاي يلمص مسألة خير وأهلا بكم ضيوف الكرام في هذه النشرة وفي هذا الملف اسمحوا لي أن أبدأ النقاش من تونس حيث الحقيقة المعارك على الصعيد تحت قبة البرلمان وأيضا شد الحبال يصل اليوم إلى الحكومة ملف تشكيل الحكومة أو تغييرات إحداث التغييرات في هذه الحكومة سعادة النائب حاتم المليكي كيف يتابع التونسيون وأنتم في البرلمان هذه التدخلات أو محاولة التدخلات التركية في تونس في الحقيقة يجب التفريق بين أمرين الأمر الأول أن نعتبر أن تركيا دولة شقيقة ونحن سعاداء بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها تركيا والمواقع المتقدمة على المستوى الاقتصادي العالمي هذه مسألة لا شك فيها نحن ورثنا مع بعض تاريخ المشترك حتى وإن كان العديد يعتبر أن الفترة العثمانية كانت فترة استعمار لتونس من طرف الدولة العثمانية ولكن بغض النظر على هذا المشكال المطروح اليوم هو على مستوى العلاقات الاقتصادية مع تركيا أنه من الجانب الاقتصادي البحث أن التوجه تركيا نحو تونس هو توجه كاعتبارها سوق وليس شريك اقتصادي يعني لو نأخذ بمثال عدد الشركات التركية المتواجدة في تونس قد تجاوز 20 شركة والاستثبارات التركية في تونس تتجاوز 50 مليون دولار في حين أن تركيا هي الثالث بلد من حيث العجز التجاري بالنسبة لتونس والإحساس الموجود لدينا في تونس أنه وقع استغلال فترة الضعف التي تمر بها تونس سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي بعد الثورة التونسية وقع استغلالها من طرف تركيا يعني لإبرام اتفاق تبادل تجاري سنة 2013 مع حكومة التي تقودها حركة الناظر الإسلامية ليقع إعفاءات جبروية واسعة أثرت على التبادل التجاري على الميزان التجاري في تونس أن حجم العجز التجاري الحالي يتجاوز العشرة في المئة مع تركيا مع إجمال العجز التجاري مع باقي كامل الدول العالم بالنسبة لتونس المشكل الثاني أن تركيا في الحقيقة بغض النظر عن نظرها لتونس كسوق تجاري وليست كشريك اقتصادي أن هناك غياب تام للقطاعات المنتجة والمشغلة والقطاعات التي تستعمل التكنولوجيا يعني استفادة الاقتصاد التونسي والدولة التونسية من العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا هو ضعيف جدا مقابل عجز التجاري يتفاقم يوم بعد يوم في المقابل لا نشهد حقيقة العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي أو البحث بين تركيا والتونس وهذا ما يثير غضبنا يعني الكل كان ضد الاتفاق التجاري التي أبرمته حكومة الحركة الضهضة الإسلامية في 2013 لم يكن عادلا ومنصفا جدا وكننا ننتظر أن تكون العلاقات التجارية علاقات مختلفة يعني مبنية على مصالح مشتركة للدولتين في الجانب الثاني نلاحظ أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يعني يقض مجاضع تونس ويكلفها العديد من الأموال لأننا نحن متمسكون بوحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واستقلالها على المستوى العسكري وعلى المستوى الأمني وننظر بعين الريبة لهذا التواجد العسكري الذي هو مكلف وباهث في مقابل ذلك هناك العديد من الشركات التونسية العاملة تقليديا في السوق التليبيا يعني أصبحت يعني لا تستطيع العمل بحكم تواجد الشركات التركية هذه العلاقة التي تنبني على المنافسة وعلى علاقات تجارية ذات طابع يعني سلعي استهلاكي وباستعمال علاقات متقدمة مع شريك سياسي وحيد في تونس وهو حركة الناظر الإسلامية يجعل من العلاقة تطرح إشكالا كبير بالنسبة إلى دينا في تونس طيب أنتقل بالسؤال إلى ضيفي من تركيا من مدينة اسطنبول محل السياسية التركية الأستاذ أكتاي يلمز أستاذ أكتاي استمعت إلينا لتصريحات سعادة النائب برأيك هل يعني بطبيعة الحال من حق أي دولة البحث عن سوق لمنتجاتها ولكن هل يجوز استغلال الوضع هش في أي دولة وأيضا استغلال العلاقات السياسية لبعض الجماعات الداخلية من أجل يعني ازدهار اقتصاد تركيا على حساب الاقتصاد المحلي تحية طيبة مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم ولجميع المشاهدين الكرام سيد الكريم مبتئيا فإذا فرضنا صحة هذه الافتراضية بأن تركيا تسعى للتوسع في المغرب العربي ما المشكلة في ذلك يعني كما ذكرت يعني هي أرقام سيد الدول نعم الدول فقط تكمل على مستوى المبتئي جميع الدول القوية أو الكبيرة أو لديها إمكانة تسعى لتنسيع علاقتها ومصالحها مع دول الجوار ومع جميع الدول هناك انفتاح على سبيل المثال الانفتاح الصيني على أفريقيا كذلك الانفتاح التركي على الأفريقيا وفي هذا الإطار الانفتاح والاهتمام على الشمال الأفريقي خاصة دول المغرب العربية يعني لا لا توجد مشكلة نعم صحيح هناك اهتمام حقيقة اهتمام تركي اهتمام سياسي اقتصادي تجاري حتى ثقافي يعني والمسألة متبادلة يعني وفي تركيا وفي اسطنبول يعني عشرات العلاف التوانسة والجزائريين والمغاربة حتى وكذلك الشركات التجارية يعني العلاقات بشكل متبادل تتطور نعم هذا على مستوى المبدئ يعني لا توجد يعني لا يمكن ان نعتبر هذا الاهتمام وهذا التوسع على انها تدخل سياسيا وهذا امر مرفوض طيب بطبيعة هذه النقطة سيرد عليها الساعة في ليبيا يختلف كثيرا في ليبيا يختلف كثيرا الكل يعلم يعني هناك كانت ضعوة من الحكومة الليبية وتركيا لبت لهذا الطرف هناك علاقة يعني حقيقة تختلف اما في البلدان في المغرب العربي في البلدان الاخرى مثل تونس والجزائر والمغرب يعني العلاقات في هذه البلدان بالدرجة الاولى علاقات اقتصادية مبنية على المصالح المشتركة واذا كانت هناك اخطى يعني الشركات التي تعمل في تونس شركات خاصة وبكل تأكيد تسعى للكسب واذا كانت هناك اخطى في هذا المسار يمكن تصيح هذا الاخطى تركيا ليس جزء ابدا من الخلافات الداخلية نعم هناك حكومة هناك احزاب مختلفة في تونس تركيا لا يجب ليست ولا يجب ان تكون جزء من الخلافات الداخلية التونسية ابدا كذلك الامر بالنسبة للجزائر والمغرب ولكن من حق تركيا تقفية علاقتها والمساهمة والتجارة والاقتصاد وتحقيق المصالح المشتركة كما قلت اذا كان هناك امور ليست لمصلحة التونس وهذا يمكن هذا الامر قابل للنقاش والتصح ذكرت هذه النقطة حقيقة استمعت إلى كلام السيد النائب كلام معقول واقلان حقيقة لعله الاشكالية هذا الامر يجب على الحكومة التونسية التأكيد لعله الاشكالية التصح وكانت هناك اخطأ وهذا ليست حكومية الجماعات المرتبطة بتركيا سيد اكتاي الجماعات التي تلاحقها اتهمات بالارهاب التي قد تصنف بانها ارهابية على المستوى الدولي سعادة النائب حاتم المليكي هل يمكن النظر إلى محاولات التوغل شمال أفريقيا بغض النظر عن التدخلات الليبية العسك العفوان التركية العسكرية مع المرتزقة الثقل العسكري في ليبيا على الحدود التونسية وأيضا بعض الجماعات التي تلاحقها الاتهامات بالارهاب الجميع يعلم أن منطقة المغرب العربي ومنطقة المتوسط بشكل عام منطقة تشهد العديد من التغيرات وهي في النهاية منطقة استراتيجية واحد من مناطق استراتيجية في العالم في الجانب العلاقة التركية وكما ذكر الأخ من تركيا هو الإشكال أنها لم ترتقي إلى حد الآن إلى مستوى العلاقات المبنية على المصالح المشتركة وكان من المنتظر أن تكون علاقاتنا مع تركيا في هذه المرحلة التي تعيش فيها تونس وبالجزائر والمغرب إلى حد ما هشاشة على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي كان منتظر أن يكون هناك دعم تركي للتجارب الديمقراطية أو دعم تركي ليس على مستوى التدخر السياسي ولكن السماح للمؤسسات الاقتصادية التونسية أن تستفيد من التجارب التكنولوجية والمستوى المتقدم لهذه المؤسسات وأن يقع التركيز على القطاعات المنتجة مع احترام يعني رغبة كل طرف في أن تكون له مصالح اقتصادية ورغبة المؤسسات الخاصة في الاستثمار وتوفير مناخ أفضل الاستثمار والمأمول كان أن يتمر ذلك عبر القنوات الرسمية والدولة التونسية أكيد أنها اتفاقات رسمية ولكن غالي طابع العلاقة المتميزة مع حركة النهضة الإسلامية هو ما يطبع العلاقة مع تركيا ويجعل أن الموضوع يأخذ فيه الطابع السياسي في المقابل بالنسبة للمسألة الأمنية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عرفت خلال العشر سنوات الأخيرة العثير من الأحداث ومستوى التعاون الأمن التونسي التركي فيما يتعلق بتسفير بعض الجهات التونسية من جهادين إلى سوريا ودور تركية في استقبالهم أو تأطيرهم أو استغلالهم على مستوى الدور كالعراق وكسوريا ووجود مقاتلين تونسيين في ليبيا في مقاعد عسكرية تركية موجودة في ليبيا الأكيد أنه ذلك مواضيع تتولها الصحافة ولكن لا توجد معطيات دقيقة ولكن الانتباع العام بمرة ثانية في الملف الأمني أن التعاون الأمني التونسي التركي لا يرتقي إلى مستوى تعاون مثلا تونس والجزائر هناك إحساس واضح لدى التونسيين والجزائريين بأننا نحافظ على أمننا المشترك ولكن بالنسبة للجانب سواء التونسيين المتواجدين في أراضي مثل سوريا والعراق أو المتواجدين في ليبيا لا نشهد تعاون أمني يعطي إحساسا وانتباعا بأن هناك مخاوف مشتركة وتقارب فيما يتعلق بهذا الموضوع يبقى هذا صندوق أسود والعديد يتذكر أن وجهت حتى في تونس التهمات لبعض الأطراف التركية للتسطر على تنقلات الإرهابيين في سوريا وفي العراق أستاذ أكتاي الحقيقة بعيدا عن استغلال سلطان القوة والسلاح إن صح التعبير هناك نقطتان أثارهما سعادة النائب يتحدث عن أن الاتفاقيات تبدو مجحفة بحق التونسيين وأنها لم تبدأ أقل لم تبدأ عبر القنوات الرسمية التونسية حسب علمي ومتابعة هناك تعاون أمني وثيق مع الجانب التونسي وهناك دعم تركي للجيش التونسي يعني هناك تعاون بين الوزارات الدفاعية وهناك تقديم دعم لوجيست تركي للوزارات الدفاع التونسية بالنسبة لمحاربة الإرهاب سيد الكريم يعني أذكركم مرة أخرى من تركيا من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب كثيرا الإرهاب العرقي الانفصالي الإرهاب المتطرف الديني مثل داعش يعني تركيا أول عملية عسكرية في سوريا قامت ضد عناصر داعش التي تهدت تركيا وسوريا ودول الجوار والمنطقة بأكملها ولذلك يعني لا يمكن لتركيا أن تتساهل مع مثل هذه المنظمات الإرهابية بنفس الوقت نعم في فترة الأزمة في سوريا يعني صحيح كانت هناك تناقل المسلحين عبر الحدود السورية التركية تركيا فتحت حدودها للشعب السوري وخمسة ملايين طيب يعني ليست نقتل بكل تأكيد كانت هناك أقصد يعني لا يمكن هناك إثارة كثيرة من بعض الأطراف ولكن لا يمكن لتركيا أن تتساهل في موضوع أمن الدول الشقيقة ولا توجد أي سياء يعني قد تكون خلافات بين التركيا وبين الدول المشرق العربي ربما بعضها يعني خلافات تاريخية لأن هناك جوار عند الإشارة عن جماعات الإرهابية الحقيقة صراحة يعني جماعة الإخوان هي جماعة تدرج على قوائم الإرهاب في بعض الدول العربية والتي نالت من أمن هذه البلدان سيد الكريم فنكون واضحا نعم تركيا لا تعدى بجماعة الإخوان جماعة إرهابية مثل كثير من الدول العالم حتى الفلايات المتحدة لا تصنف هذه الجماعة نعم قد تكون متطرفة لا تعجب أراءها قد تكون هناك خلاف بين هذه الجماعات والحكومات بعض الأرابية صحيح ولكن تركيا لا تصنف على هذه الجماعات جماعة إرهابية كانت جماعة سياسية تقلت الانتخابات يعني العديد من الدول دول العالم والأسيام أوروبا الآن تتفطن لخطر هذه الجماعة نعم تركيا تنظر إلى هذا الملف تركيا نعم هذه المسألة مهمة جدا لأنها تسمم بالعودة تركيا مع بعض الدول العربية الشقيقة ولكن يجب أن نفهم فقط أكمل هذه ولكن يجب أن نفهم على أن تركيا لا تدعم هذه الجماعة لتضر بأمن الدول العربية الشقيقة بل تنظر على مسألة إنسانية لجأت آلاف من أنصار هذا الجماعة إلى تركيا لا يمكن تسلمها للسلطات لعدامهم وما إلى ذلك أقول مرة أخرى يجب التجنب أنا ضائما أؤكد على هذا الأساس يجب التجنب للشأن العربي أو الخلاف عربي أو المسائل الداخلية العربية مع ذلك من حق تركيا تطوير علاقتها مع الدول العربية لأنها تربطها ليست فقط فيما يتعلق شمال أفريقيا حتى ولو كانت هذه الاتفاقيات مجحفة بحق تونس أفريقيا ولو كانت الاتفاقيات المبرمة مع الجانب التركي هي مشحفة بحق التجار المحليين والمزارعين المحليين تونس مثلا نعم من حق تونس والحكومة التونسية المطالبة بتصيح أي أمور ربما ضد المصالح التونسية إذا كانت هناك أخطة ممكن تصيح هذه الأخطة هذه بالنهاية أمور تجارية يعني يمكن تعصيحها طيب سعدة نائب اليوم نحن على أبواب لربما تعديل حكومي هذا التعديل برأيك هل ضغطت في اتجاه جماعة النهضة مثلا وأيضا هل هناك تخوف من يعني فقدان الفرصة لتعديل هذه الاتفاقيات مع تركيا مثلا أو من عدم القدرة على حد من النفوذ أو محاولات تفشي هذا النفوذ التركي في تونس تحديدا بالنسبة لهذا الموضوع نحن كتونسيون معنيون جدا بثلاث مواضيع رئيسية وهامة موضوع التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية المشتركة يعني والبحث على مصالح مشتركة للدول مع تركيا وغيرها هو مسألة هامة بالنسبة لتونس خاصة في هذا الظرف الدقيق المسألة الثانية هو الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة المتوسط لأن تونس متواجدة عمقها التاريخي هو منطقة المتوسط يعني لا يمكن أن ننزح تونس من محيطها المغارب والعربي ولا يمكن أيضا أن ننزحها من محيطها المتوسط وعلاقاتها المتقدمة مع دول كإسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا ونحن قلقون جدا بما يحدث في مستوى الشرق المتوسط والعلاقات المتوترة لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد يد والمغارب العربي سواء المغرب والجزائر أو تونس المسألة الثانية أن مسألة الأمن والسلم بالنسبة للملف الليبي والدور التركي التي تلعب تركيا في ليبيا نحن قلقون جدا أيضا من طول الحوار الوطني الليبي وعدم التوصل إلى حل يحفظ ليبيا استقلالها ووحدتها بالمحسلة أرى أن تصحيح المصار بالنسبة للعلاقات بين تركيا وتونس أو تركيا ودور المغرب العربي يجب أن ينبني على وعي الطرفين ووعي جانب التركي بالأساس بأن المسألة ليست مسألة طيب ولكن إن كان الجانب التونسي بين الشعوب أرجوك سريعا سعد نايب إذا كان الجانب التونسي مكبلا لربما من بعض الجماعات المقربة من تركيا هل سيحدث هذا التصحيح في المسار سريعا أرجوك هذا اللي نعترف بالحقيقة هذا مسألة داخلية التونسية تونس حقيقة مكبلا بخيار يعني من حركة الناظر الإسلامية يفضل المصالح المباشرة مع تركيا يعني كحماية حركة الإخوان المسلمين بشكل عام وحركة الناظر بشكل خاص في تونس ولا يخدم المصلحة التونسية يعني الحقيقة هذه النقطة يتحمل هذا العجل من جانبكم كل الشكر لك وإضاحة بطبيعة حل المشاهدين الكرام من العاصمة التونسية كان معنا نائب في البرلمان التونسي حتم المليكي ومن اسطنبول ضيفي المحلس سياسي التركي الأستاذ أوكتاي يلمز فاصل قصير ووصل بعد هذه النشرة مع قصة من السودان والأمن في دارف لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات تقدمات مستمرة ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى الانتصارات والخسائر وردنا الآن هذا الخبر العاجل سرعة الرصد دائماً ما تحدث كل الفرق كل هذا يسلك في لحظة ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث لأننا قادرون على المتابعة والتغطي الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثاً عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نشى هذه قصة مئات آلاف من السوريين أهلاً بكم من جديد إلى السودان حيث قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي أنهاء عمل قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور غرب البلاد عندما ينتهي تفويض البعثة في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري بعد ضغوط من الحكومة الانتقالية وروسيا والدول الأفريقية المجلس صوت بالإجماع على عدم تمديد تفويض البعثة المشتركة المعروفة باسم يونيماد وفي يونيو الماضي وافق مجلس الأمن بالإجماع على استبدالها ببعثة سياسية بحتة أصغر بكثير تعرف باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان أو يونيتامنس وتضغط الحكومة السودانية من أجل إنهاء مهمة يوناميد وذلك بحلول نهاية العام الجاري وهو طلب حصل على دعم روسي ونيجيري وجنوب أفريقي وتونسي وأيضا سانت فنسد وجزر غرينادن وذلك في اجتماع للمجلس في وقت سابق من هذا الشهر دول غربية حثت على التريث قبل إنهاء عمل قوات يوناميد وحذر أيضا سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة من أن السودان يمر بمنعطف حرج الحكومة بدأت بالفعل في نشر قوات حماية مدنية قوامها 12 ألف فرد في الإخليم وذلك في إطار اتفاق سلام أبرمته مع الجبهة الثورية السودانية وهي تحالف يضم عدة جماعات مسلحة الخارجية السودانية أعلنت استعداد مؤسسات الدولة لتعاون الكامل والتنسيق مع الأمم المتحدة وذلك لتتم عملية الانسحاب بطريقة منظمة وآمنة اعتبرت الخطوة بسبب الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر تودع بعثة حفظ السلام المشتركة يونيميد إقلم دارفور بنهاية الشهر الجاري بعد بقاء استمر أكثر من 13 عاما سعد فيها إلى حفظ الأمن في ولاية دارفور الخمسة خروج يزيد المخاوف حول قدرة الحكومة الانتقالية على سد الفراغ الأمني خاصة أن البعثة كانت تضم آلاف العناصر العسكرية والشرطية ومئة الاستشاريين والموظفين الدوليين هذا الغرار يسير مخاوف جمع ومخاوف كبيرة حيث أن خروج واد يونيميد من دارفور يتطلب انتشار 20 ألف جندي مناصفة ما بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية لحفظ الأمن في دارفور بدلا عن يونيميد وينضي في ذات الاتجاه مواطن دارفور الذي لا يرى خطة واضحة لحفظ السلام في الإقليم أو إدارة أمن مئات الآلاف من النازحين في المعسكرات هنا زاد فيها طفلتات خلق مني من دارفور هنا زاد فيها طفلتات أمن نهايي في البلد لا يوجد هناك ترى الحركات المسلحة أن خروج يونيميد يمثل أكبر التحديات التي ستواجه الإقليم الرفض بتحكومة السودان للتمديد كان رفض خاطئ بطبيعة الحال نستطيع أن أقول أن هذا الموقف لم يكن سديداً على الإطلاق الحكومة لم تشكل بعد بعد تشكيل الحكومة بيكون أمام حكومة السودان الانتقالية في المرحلة المقبلة تحدي حقيقي لأن الأمر الآن أصبح واقعاً بمغادرة بعثة يونيميد إقليم دارفور تبقى المخاوف من أن يعود الإقليم إلى واقعه المأزوم في ظل تحولات سياسية وتعقيدات اقتصادية تجعل المشهد مغيراً عما كان من قبل لنا يا عقوب الحدث الخرطوم الحديث عن هذا الموضوع ينضم إليه الآن من العاصمة السودانية الخرطوم ضيفه من هناك مدير مركز الدراسات الدولية الفريق حانفي عبدالله مساء الخير سيادة الفريق وألام بك على شاشة الحدث إذن ثلاث عشرة سنة من وجود هذه القوات انتهى في تصويت قصير الزمن هل هناك صفقة غير معلنة برأيك كم أن الموضوع ينظر إليه ببساطة على انتهاء أو توافق على انتهاء هذه البعثة شكراً جزيلاً تحية لك ولمشاهدين أعتقد أن خروج اليوناميد تأخر كثيراً وظل يتم تمديد وجود اليوناميد رغم أن هناك كان خطة للخروج نتيجة لأعوامل كثيرة جداً وأعتقد مسألة اليوناميد هي كانت مربوطة بقبول البحث السياسية حسب الاتفاق الذي تم بين الدبلوماسية السودانية والأمم المتحدة وأعتقد جازماً بأن هناك طبعاً العديد من التحديات التي ظلت تواجه وجود اليوناميد أصلاً هي طبعاً في بداية الأمر بالفعل قامت على دعم النازحين ودعم اللاجئين ومتابعة المسائل الإنسانية ولكن من حيث التأمين لم تقوم هذه البحثة بأي جهد بنتيجة أنها كانت تحتمي بالقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحماية مقراتها نتيجة التفلتات التي تمت وعملية جمع السلاح يمكن أدت بصورة كبيرة جداً للاستقرار المنطقة طبعاً بطبيعة الحال هناك ترتيبات أمنية لمواجهة خروج اليوناميد وهناك تحديات ولكن المسائل المتعلقة بالارتباك الأمنية والهشاشة الأمنية هي أساساً موجودة ولكن تحدي تنفيذ الترتيبات الأمنية يحتاج إلى دعم دولي يحتاج إلى إرادة سياسية ويحتاج حتى إلى حتى لم تبدأ الخطوات الأولى تحديد القوات الحركات لقواتها طبعاً من جانب الحكومة هي القوات النظامية جاهزة ممكن بسرعة وهي بدأت بالفعل ترتيب هذه المسألة وبدأت تدريب عناصرها في هذه المسألة ولكن عملية تأخير يعني تحديد ستة آلاف من الجانب الآخر هو الذي سيأخر وهذا يعتمد على الدعم المادي ومسائل التدريب ومسائل أخرى كثيرة جداً لحيث ذلك لحيث ذلك أعتقد ليس هناك فراغ القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات المقابرات الأعمة ستغطي المنطقة خاصة أن هناك استقرار بعد توقيع اتفاق السلام ليس هناك تحديات وهناك عملية جمع لا زالت مستمرة سيدة فريق لحقيقة سؤالي قبل الدخول بتفاصيل مستقبل دارفور وطريقة مسك الأمن هناك الخطوة نفسها انسحاب ينامد هل يمكن نظر إليها بمعزل عن السودان الجديد أو ما مر به السودان من متغيرات خلال الفترة الأخيرة بطبيعة الحال حسب اتفاق سلام جوبا هناك ترتيبات أمنية واضحة جدا بأن تتشارك قوات التي تسأتي من الحركات مع قوات التي تنتمي للحكومة القوات النظامية المعروفة القوات المسلعة وما إلى ذلك في إطار يعني عمل ثنائي مشترك وتحت قيادة مشتركة في ظل حرص الجميع على أن يكون بالفعل هناك استقرار يعني في الفترات يمكن التخوف هو فقط من العنصرين اللذين لم يوقع على اتفاق السلام وخاصة فقط اتفاقيات سلام سيدة فريق ماذا عن عوامل رفع اسم السودان انفتاح السودان على المجتمع الدولي تغيرات مع علاقات السودان بدول أخرى هذا طبعا أول شيء يعني مبدئيا يعني عملية خروج اليونميد لم يكن سيحدث إذا لم يدخل السودان في هذا التوافق الدولي ودخوله في المنظومة الدولية بهذا الشكل الجانب الآخر يعني يمكن الدعم الخارجي لم يكن هناك يعني مجال لانسياب الدعم الخارجي لهذه المسألة لتغطية كل منصرفات الفترة الانتقالية أفضل ترتيبات الأمنية والعدالة الانتقالية وما إلى ذلك مسألة المعسكرات وعودة النازحين كل هذه تحتاج الأموال وبالتالي الكرة الآن في ملعب القوى الدولية التي ناصرت السودان في هذه المرحلة والتي أيدت خروج اليونميد وبالتالي ينبغي التحرك أنا أعتقد يمكن جائحة الكورونا قد تؤثر نوعا ما ولكن الوضع للسوداني صعب جدا اقتصادي وما إلى ذلك الآن الأليار الأمريكية بدأت بفعل تدعم السودان بهذه الصورة ينبغي الآن الاتحاد الأوروبي يسير في نفس هذا الاتجاه وكذلك الدول الدائمة العضوية أعتقد لن تتوقف في سبيل أن تدعم منصرفات تنفيذ اتفاق السلام وحتى مسألة يمكن منصرفات التي تلي البعثة السياسية هذه برضا تحتاج إلى الدولة وإرادة دولية الاستبدال استبدال ينامد بالبعثة الجديدة الحقيقة يونتامس هو الاختصار للبعثة الجديدة هل سيزعج الجبهة الثورية برأيك خاصة وأن الحديث عن وجود قوات سودانية تبسط سيطرتها على هذه المنطقة بداية أول شيء بعد اتفاق السلام الحساسية التي كانت ما بين الحركات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى زالت تماما لأن من هم الذين شاركوا في هذا التفاوض من هم الذين سيقومون بعملية الترتيبات الأمنية وعمليات التدريب هذه أعتقد ستكون جانبها بسيط جدا وبالتالي أول حاجة هناك خلاف كبير جدا بين تشكيل اليونميد والبحث السياسية هذه البحث السياسية تختلف الإطار العام في تشكيلها وهناك مسائل هي بحث السياسية وليست كما كانت في البحث اليونميد التي كانت تشكل من حوالي 26 ألف من الشرطة العسكرية ومن الجنود وما إلى ذلك هذه البحث ستكون بحث السياسية وهي ستعمل تحت مظلة الحكومة الانتقالية يعني مشروعات التي ستقوم بها البحث الأممية هي البحث السياسية ستطرح الحكومة الانتقالية وبالتالي ليست لها يد مطلقة في العمل وهناك الرقابة عليها والأي شيء لا تتوافق عليه تتوافق عليه حكومة السودان لا تستطيع البحث السياسية أن تنفز حتى عملية الذين يشتركون حتى قيادة البحث السياسية لا بد أن يكون بموافقة من الحكومة السودانية وليس فرضا كما كان في اليوناميد شكرا لك على هذه التفاصيل من الخرطوم حدثنا مدير مركز الدراسات الدولية الفريق حنفي عبد الله مستمرون معكم وبعد فاصل قصير نواصل مع قصة من اليمن ولقاحات وباء كورونا أحداث كل يوم في كل الأماكن تؤثر وتتأثر كل يراها من زاويته ووجهة نظره لم ترى منطقتنا هدوءا منذ سنوات أجواء أصبح يسودها التوتر تسكنها الفوضى وتحكوها العشوائية سنوات تركت آثارا ستبقى طويلا في الثاكرة نحن في قلب الحدث وجزء منه نعيش الخبر وننقله كما هو لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث سنوات من العمل الإخباري في ساحة المعارك والأحداث وعلى حالات الهروب والخوف مشاهد أكبر من القطرة على التعبير صور لا تفارق الذاكرة ستطوى كعدتها جميع الصفحات لا يبقى إلا الإنسان أهلا بكم من جديد الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن تطرح تحديات هائلة أمام توصيل اللقاح كورونا فالدولة التي مزقتها الحرب هي بالفعل الأفقار في العالم العربي والكثير من بنيتها التحتية غير قادرة على العمل بشكل صحيح الهيئة الطبية الدولية في اليمن قالت إن المرافق الطبية في البلاد تضررت بشكل كبير وأن العديد من العاملين الصحيين قد فقدوا حياتهم وفي حين أن الدول أكثر تقدما تكافح في إدارة سلسلة توريد اللوجستية عندما يتعلق الأمر بإطلاق اللقاح فإن اليمن يبدو ما يزال بعيدا حيث يحتاج أكثر من ثمانين في المائة من أكثر من تسعة وعشرين مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في ذلك أكثر من مليون ومائتي ألف أمرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد وفقا للأمم المتحدة تواجه أكثر الدول تقدما مشكلة في إدارة عمليات نقل وتوزيع اللقاح فما بالكم باليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث تضررت نصف مؤسساته الصحية فيما يعمل النصف الآخر بصعوبة كما أن استمرار النزاع سيعيق عمليات نقل اللقاحات والحصول عليها قد تتمكن الدول الأكثر تقدما من الحصول على اللقاح بحلول أواخر العام المقبل حيث نأمل أن يتسنى لكل دولة تلقيح رعاياها وأن تتسنى معاملة اليمنيين بنفس الطريقة وأن يحصلوا على اللقاح في نفس الوقت الذي سيحصل عليه أي إنسان في العالم لقد خسرت اليمن العديد من كوادرها الصحية وما تبقى من الكوادر لا يمكنهم التعامل مع تعقيدات المشاكل الصحية المتشابكة في اليمن جديد من اللقاح الذي سيقبل عليه الناس بكثافة ويتطلب المزيد من التدريب في الوقت الملائم الحديث عن هذا الموضوع يضم إليه الآن من الرياض المسؤول الإعلامي في اتلاف الإغاثة الإنسانية في اليمن الأستاذ محمد المقرمي مسألة خير أستاذ محمد وأهلام بك في هذه النشرة مسؤولية من اليوم في ظل الحالة الإنسانية المتدهورة في اليمن مسؤولية من المساعدة في الاتيام باللقاح وأيضا تحطير اليمن للعملية اللوجستية لتعامل مع اللقاح وتوصيله إلى اليمنيين بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بالمسؤولية الملقاة على بالتأكيد هي المنظمات التي تتلقى المبالغ باسم اليمنيين منظمة الأمم المتحدة التي تتسلم كل عام مع كل بداية عام في خطط الاستقابة مليارات الدولارات من أجل مساعدة اليمنيين وتقديم أيضا الرعاية الصحية الشاملة خلال الخمسة السنوات الماضية تلقت الممتحدة أكثر من 16 مليار دولار خصوصة منها 50% للأمن الغذائي و50% للأمن الصحي وغيرها من القطاعات لكن لم يشهد القطاع الصحي أي اهتمام خلال السنوات الماضية ومنظمة الصحة العالمية كانت أكثر المنظمات تقصيرا في الوصول إلى المستشفيات وإلى أيضا المتضررين في القطاع الصحي من 52% من المستشفيات المرافقة الصحية ما بين تهدم جزئي وكلي أيضا هناك أكثر من 60% من الكادر الطبي نزحوا بسبب الحرب والمتبقي من العاملين لا يستطيعون مواقهة هذه الأوبئة ليس الوباء الوحيد هو كورونا بل تتالت الأوبئة خلال السنوات الخمسة الماضية على اليمنيين إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاء ونسبة سوء التغذية كان هناك أيضا العديد من الأوبئة في المجال الصحي لم يتمكن اليمنيون من مواقهة هذا الوباء صحيح أن ما سجل خلال العام المنصر أو الأشهر الماضية في اليمن من حالة الإصابات كانت قيلة جدا لكن هذا لا يعني أن اليمن أقل الحالات إصابة كورونا بل هذه قدرات اللقلة الوطنية المتواضعة في تسجيل الحالات خلال هذا العام بسبب هذا الوباء لكن لم تتمكن اللقلة الوطنية من تشخيص الحالات بسبب عدم تواجد إمكانات وأجهزة تمكنها من وصول إلى كافة المتضررين لذلك تعيش اليمنيون مع هذا الوباء والخوف هو من المراحل القادمة من عودته مقددا أو ظهور أوبياء أخرى خاصة الآن مع فصل الشتاء تزداد الأوبئاء لذلك ما نأمله أن تتضاف القهود نؤمل كثيرا على أيضا الأشقاء في التحالف العربي ومركز الملك سلمان أو المشرف العام على مركز الملك سلمان سبق ونوه في تصريح سابق بأن المملكة ستدعم الدول الأكثر فقرا وعلى رأسها اليمن لحصول على لقاح كورونا الحقيقة أستاذ محمد منذ بداية الأزمة بعد الانقلاب طالت الأمم المتحدة والمنظمات الأممية الكثير من الاتهامات بالتقصير خاصة في الملف اليمني أو تحديدا في هذا الملف اليوم يعني إن كان اليمنيون والحكومة لا يعولون على دور أممي في إيصال اللقاح ما الخطوة التي يجب أو التي قامت بها الحكومة الجانب الحكومي لتيسير الحصول على اللقاح إلى الجانب اليمني لا أعتقد أن بقدرة الحكومة اليمنية حاليا توفير اللقاح وإن كانت تنوي ذلك لكن وفق المعطيات الموجودة حاليا هناك صعوبات في توفير اللقاح إذا كان لم تتمكن من مكافحة هذا الوباء أو في السابق فالقدرة على إيصال اللقاح ستكون أصعب لذلك ينبغي أن تتضافر القهود كما أشرت وأن يتم على الأقل مواقهة هذه المنظمات ومطالبتها بتقديم المساعدات وفق ما تسلمت من مبالغ من المانحين خلال السنوات الماضية أو على الأقل خلال العام الأخير في العام 2020 لمكافحة هذا الوباء تعديدا طيب الحقيقة بالعوضة للأرقام التي ذكرتها 16 مليار دولر دولر الحقيقة يعني رقم كبير هل يعني بحسب متابعتكم لهذا الملف عملت أي من الجهات على الحد من لربما الفساد الذي طال هذا الملف فيما تعلق بالمبالغ كما أشرت هي خلال الست سنوات الماضية تتسلم كل عام ما يعادل من 2 إلى 3 مليار كان أقلها العام هذا والعام الأول لكن بقية العوام كانت تصل إلى 3 مليار وبعض العوام إلى 4 مليار دولار الإجمالي وصل أكثر من 16 مليار دولار هذا فيما يتعلق بمنظمات الأمم المتحدة التي سلمتها من المانحين أداءها عند قياس الأثر نقد أن أداءها لا يمكن أن يوازي 30% من المبالغ التي سلمتها لذلك كانت المطالبات المستمرة من قبل الشعب أيضا من قبل المدنيين المتضرين في حملات متتالية خلال السنوات الماضية يتساءلون أن تذهب هذه الأموال التي تتلقاها الممتحدة لغاية المنكوبين للأسف الشديد لا يوجد أي شفافية لدى الأمم المتحدة وتتعارض كليا مع خلاقياتها في العمل الإنساني خلال السنوات الماضية لم تقدم أي كشوفات تثبت مصداقيتها بل عندما وقدت حرقا من بعض الدول المانحة بسبب تغطيتها على قرائم المليشية الحوثي التي كانت تصادر هذه المبالغ وأيضا بتنسيق من قبل مسؤولين تابعين لأمم المتحدة مع مسؤولين حوثيين تضطرت إلى إصدار بيانات خقولة لكنها لم تكشف الحقيقة بجملة متبصيلة الحقيقة خرجت تقارير عدة من اليمن تشير إلى استغلال المليشية الحوثية المساعدات الأممية والموارد بالحديث عن المليشية الحوثية الحقيقة هل هناك تخوف من عرقلة المليشيات في حال توصل إلى إيصال أو حصول اليمن على اللقاح تخوف من سوء استغلاله أيضا من هذه المليشيات الحوثية مليشية الحوثية تعاملت مع أكثر من اللقاحات في السابق ضد شراء الأطفال وغيرها من التحصين للأطفال كانت تقف ضدها وتمنع الفرق من الوصول إلى المستهدفين بحقة أنها تتبع أمريكا والعديد والقهل المركب لدى هذه المليشيات هو الذي حال بين مصول المنظمات الصحية إلى المستفيدين أو إلى المتضررين لذلك كانت سوء التغذية والأزمات المتتالية وأكثر المحافظات شهدت مقاعة أو نقص في سوء التغذية أيضا وإنهيار المنظمة الصحية كانت المحافظات التي تقعت على سوط المليشيات بسبب هذه الممارسات المستمرة من قبل الحوثيين كل الشكر كل الشكر لك من الرياض حدثنا المسؤول الإعلامي في اتلاف الإغاثة الإنسانية في اليمن محمد المقرمي شكرا جزيلا لك الأخبار من الحدث تركيا تحاول التوسع مغربيا عسكريا في ليبيا واقتصاديا وسياسيا في تونس وتواجه عقبات بعثة منعقبة السلام في دارفور تغادر آخر يومين في العام والحكومة أمام تحدي الأمن والنازحين واليمن أمام تحدي توفير لقاحات كورونا وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم ومرافق طبية مدمرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة